كل سنة وانتوا طيبين وكل رمضان وانتوا طيبين يا احلى اخوات في الدنيا واحلى حبايب واحلى متابعين يلا بينا نشوف عملنا الصفرة بتاعتنا الجميلة دي في ساعة واحدة ازاي يلا بينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكو حبايبي عاملين ايه وحشتوني 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 حبايبي في الله نسمي الله ونصلي على رسول الله عليه وفضل الصلاة والسلام حبيبي يا رسول الله هنبدأ بالحلو عشان اللي بيتابعوني احلى حلوين يوا يستهلوا نبدأ بالحلو زيهم معانا ايه معانا ده كيلو كنافة طبعا انا هاخد على قد الصينية بس وحشيلي الباقي في الفريزل انا حطها في الفريزل وبفرتكة كده بايدي انت عايزة تعمليها في الكب عمليها بس هي مش مستهلة كبك انت اول ما تحط يديك فيها جاتلة تفرتكت على طول هاخد على قد الصينية بتاعتي اللي انا هعملها وحشيلي الباقي في الفريزل ومسيحة على النار ربع كيلو سمنة يعني كباية سمنة مج سمنة سمنة بلدي سمنة زبدة اللي انت تشتغلي بيه اشتغلي بيه براح تكدش رشيت رشيت سكر بودر على الكنافة يعني تلات معالق اربع معالق مش بالمعيار يعني وهروح اجيب السمنة بتاعتي وهرش رشها كده ايه فوق الكنافة وهدخلها ببعضيها يلا بقى خشوا ببعضيكم يلا حبوا بعض كده الحلوات الشرقية سمنة بلدي وشربات تقيل بصراحة يعني بس لو مش موجود معانا ومش متاح معانا في البيت بنشتغل باي حاجة حاجة بالصينية بتاعتي طبعا مش هده هنا لان انا ايه مغرقة الكنافة بتاعتي سمنة وحشتوني 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 معلش انا بعتزلكم اللي انا مقصرة معاكم الايام دي زي ما انتو عارفين احنا في موسم وانا بدير المحلات بتاعتي ومش عارفة والله اصور ومش بفضع فانا ما صدقت ايه قلت لا ده اكلة خفيفة وسهلة انا حصورها عشان ايه اسلم على كل حبيبي اللي وحشوني بدلتي رشيت سوداني وجوز هند وجوز هندي مبشور مبشور وزبيب بس وحنحط ايه الطبقة التانية وحنضغط باقي كده بايدك اضغطي كده هتي سنية تانية واضغطي على حسب ما انت محترفة ازاي في المطبخ انا كده بايدي بتطلع معايا مية مية بصوا الجمال بص الحلاوة الله عليك يا نور الله عليك يا نور طبعا حركينا طبعا مش هشغل الفرن لسه بدري مش هشغل الفرن دلوقت وهحشي ايه شوية ايه سنبوسة كده على الماشي يلا على السريع طلعت السنبوسة حطت جبنة مبشورة رومي اللي هي التركي وهحط جبنة منزريلة وهحشيها ولفها ومش هلزقها بعجين ولا اي حاجة طبعا انت لو مش عارفة لزقيها زي ما انا عملتها كده معلقة دي بشوية مية ولزقيها بس انا ولا بتفك مني ولا اي حاجة بصوا ادي ولفتها معكم كزا مرة استهل ايه بقى استهل ايه الله عليك يا نور انزلوا تحت واكتبولي الله عليك يا نور بصوا بقى الجمال والحلاوة بصوا اهو هروحوا طبعا هقعد على جنبي كده وحشيهم وارجع لكم تاني ما انا مش هقف بقى كل ده ادي الكنافة ودي السنبوسة كده ايه هجهزناهم وهنركنهم على جنب وقد دخلت الفريزر بقى ادور بقى طلحت ايه طبق البني دوت كانت تفايد من اكلة قبل كده وطلحت كزين الطماطم دولة وجبت الايه نص كيلو الكبدة ده وطلحت الطوم الحكت كلها جهزتها جنبي وهنبدأ بالسلسل اول بتاعت الماكارونا علشان لو بردت حقدر اسخنها ماتلا ما عندي وقت فبقامل بالراحة على مهن لكن لو ما عنديش وقت هشغل البدجاز كله هخلصوا كله في عشر دقايق كده انا ايه هعمل الطومة حطيت زيت طبعا الماكارونا والرز انا احب احط لهم زيت عشان الزيت بيفرفرهم السمنة بتخليهم افشف بعديهم كده ومسكب بعديهم حطيت طبقين الكسين للصالصة لان انا بعمل كيلو ماكارونا فايه اه عايزة صالصة كتير ودي اخر شوي الطحينة كانوا في البرتمان انا فضتهم حطيت عليهم كمون وملح ولمون وخل وفكتهم بشوية مية الطحينة دي اللي انا عملها معاكم قبل رمضان كانوا اخل شوي قلت برضو هيقضوا الغرض واحلوا زي الفل اهو كمون وملح وحتى قبل كده خل ولمون بس مش بديها زيت لان ايه ايه فيها زيت جاهزنا هو طبق التحينة عملنا نجاهز الحاجة اللي هي ايه 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 تقعد معاك يعنا انا بحب الاكل سخن بصراحة الاكل طالما برد ما منفعنيش يعني ده الفل بتاعي طبعا ايه دمسته بالليل بصه كهرمان كهرمان والله طعمه لوز اللوز او ده اللي يتقال عليه يا لوز اللوز طبعا ايه قعدة بقى في المطبخ بالمرة يلا نعب الفل مع بعدينا ده نص كيلو فل طبعا لانش انتوا عارفين باقي ايه باقي خمس ايام باقي خمس ايام ولا ست ايام على اله على رمضان فجبت نص كيلو دمسته والله بيفك ازمة يعني كده كده انا مش فاضجة ان انا نشتروا طلباتنا جماعة والله يعذرونا وفي نفس الوقت ايه حكتك تحت ايدك ونضيفة وزي الفل كل سنة وانتوا طيبين وفي بيوتكم متهنين وادعولي بالستر والسحة وراحت البال ويبعد عني العين الوحشة والنفوس اللي مش كويسة اللهم امين ويبعد عنكم يا احلى حبايب واحلى خوات الدعوة لكم بالمثل وكده طلحت ايه كيس جوافة وحطيت السكر عليه وحطيت المية وهركينه بقى يفك براحته كده لما لسه ايه شوية على المغرب حطيت فلفل اسود على الماكرونة وحطيت ملح وحطيت شوية كسبرة بس مش هحط اكتر من كده وشطة طبعا اكيد اساسي طبعا الشطة احنا بنحب اكلنا مشاطشا وكده سبكت وزاي الفل هقلبها كده ببعضيها طبعا انا الصلصة دي اصلا حطالها سكر وعطالها ملحها ومسبكتها مع بعض برضو هنقلل بقى الصلصة كده خلصت هحط المياه وملح للمكارونة بتاعتي وحطي الزيت في المياه ملوش لازمة هقطع بقى الكبدة وانا وقفة كده عشان اجاهزة دي كبدة شرائح وانا قطحها زي ما انا عايز عايزة اعملها شرائح هعملها ايه انا بجيبها شرائح كده وقطحها زي ما انا عايزة اسكندراني ياباني سعيدي زي ما اتش عايزة اعملي انا هعملها كبدة اسكندراني النهاردة بس كبدة ما اقول لكمش بقى انا عايزة اعمل لي عربية كبدة ولا اعمل لي محل كشري ولا اعمل لي محل بيتزا مش عارفة بصراحة يعني اعمل لي ولا ايه ادي الكنافة طلعت من الفرن زي الفول هنسقيها الشربات بتاعنا والشربات ده اول ما انا صحيت حطيته على النار كباية سكر وكباية مية وعصرة لمونة وشوية فانيليا وسبتو ايه على النار خمس ده وروحت مطفية عليه كده ايه انا غطيت الكنافة خلاص ركن ده على جنب خلصت هحمر السامبوسة بتاعتنا والتسبيكة خلصت واده مية الماكارونا طبعا ايه لست بدري على المغرب حوالي فاضل كده ايه نص ساعة بزة بتاع المغرب عبر ما خلص السامبوسة كده هعمل الماكارونا الكبدة عن النار خلص الموضوع معي على طول يعني بيخدش اي وقت انا بعمل على مهلي طبعا عشان التصوير انتم عارفين بياخد ايه بياخد وقت وبياخد مجهود لكن انا لو بعمل هحط اشغل العين كلها مع بعضها كده واخلص على طول بس وحشتوني وعايز اطلع اسلم عليكم اعمل ايه واللي وصل لغاية هنا ما ينساش يصلي على رسول الله علي افضل الصلاة والسلام حبيبي يا رسول الله انت راح فين بالكاميرا نزلت في الارض كده ليه مع الورد كده هحط ايه الكسين الماكارونا في المية بتاعتي لما غليت ايه بقى ديلي كده ايه ديلي خالق والجريلة بتاعتي حطيت فيها شوية زيت هنا بقى الست اميرة صاحبتي حبيبتي فصلتلي الكاميرا ماشي يا اميرة بترنت علي وانا بصور فصلتلي الكاميرا وانا بحسبها ان هي بتصور وبحط الزيت بقى يلا ما علينا قلت لا يا اميرة معلش انا مش هرد عليك غير ما خلص حد يتسل بحد وقت المغرب يا جدعان هي ودنيا ما تحللهاش المكالمة غير ساعة المغرب كده حطيت الفلفل الاخدر بتاعي البارد على فلفل حراء والطوم ونزلت بيهم بمعلقتين خلي طفتهم دي احلى كبدة ما تقولش بقى الطوم هيتحرق والكلام ده كله لا 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 احلى كبدة اسكندراني على اصلا هنزل بالكبدة بتاحت الكبدة بتاعتي انا ما غسلتاش لان هي بلدي لو انتي مستوردة اغسلها بشوية خل وشوية لمون ما تغسلهاش بالمية او معلقتين لبن كده اغسله رش عليها شوية لبن كده واحطشها في المصفة كده هحط ملح واحط فلفل اسود واحط كمون واحط كسبرة ناشفة دي التوابل بتاعتي اللي انا بحطها ايه على الكبدة اسكندر ومش هقلب عشان ما تجيبش ميتها فبص لما ما قلبتش ايه خمس دقيق كده ما جابتش ميتها زي الفل قلب قلب شلوح شلوح اه زي الفل هلحط الماكرونة طبعا صفنوها اهي حطناها على الايه على الصلصة وادي الزيت على النار عشان لحمر البني بتاعي اهو البني بتاعي دوت انا برنا على الديريفري اللي هو الفراجي فبيجيبلي طلباتي يعني فانا بساعات بيجيبها ببقى مش عايزة اصور وكده فببتبل وبحط في الفريزة يعني مش عايزة انا بحب التصوير والله وبحب اكلمكم بحب اطلع لكم على طول بس وقت رمضان بيبقى داية ده انا كويس اللي انا صورتوكو رمضان ده ارجع رمضان اللي فد ما صورتش ادعو لي والنبي ادعو لي ادعو لي رمضان يعدي على خير ان شاء الله وربنا يوسع رزقنا يا رب لانتو شايفين صوتي رايح من الزبين اصلا الزبين عايزة مناهتة عايزين يأكل خروف كل يوم كده عشان أقدر نهد معهم اهو كده ايه خلصنا البني بتاعنا اللي ناو المكرونة سخناها برضو عن نار وادي الكنافة بتاعتنا عملت شوية صلطة خضرة وصفرتنا زي العسل وزي الفل واسبكم في امان الله وحفظوا